أهلا بكم من جديد زار نائب رئيس وزراء أقليم كورتسان قباط طالباني محافظة دهوك وبحث مع محافظها علي تتر ومسؤولين إداريين في المحافظة المشاكل والمعويقات الإدارية وتوزيع صلاحيات في إطار المركزية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وبشأن المشاكل الإدارية قال طالباني قريبا سيتم توزيع صلاحيات المحافظين والمدراء العامين حتى يتمكنوا بشكل أسرع وأفضل من تقديم الخدمات للمواطنين وأكد تتر أن جزءا من المشاكل الإدارية سيتم حلها بتوزيع صلاحيات وهذه خطوة مهمة وأشهد طالباني بدور إدارة دهوك وأهليها الصبورين حيث تحملت المحافظة عبءا ثقيلا بعد العام 2014 بسبب موجات النزوح وحرب إرهابي تنظيم داعش